موسيقى الموعد دول اقتصادي نقدمه لكم من قناة الجزائر الدولي أهلا بكم بداية سدار في الجريدة الرسمية الجزائرية مرسومان تنفيذيان يتضمنان شروط استيراض السيارات في الجزائر ويحدد الأول شروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديد أما الثاني فيحدد شروط وكيفية ممارسة نشاط تصنيع المركبات تشير بنود المرسومة التنفيذية الخاصة بنشاط استيراض السيارات في الجزائر إلى أن ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة تخضع لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد يخضع المستثمر المكتتب للحصول على رخصة سبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماره ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملت الجمعة مع تراجع سعر الدولار متجها نحو تحقيق خسائر أسبوعية بفعل ضعف الطلب في الصين ورفع سعر الفائدة وصعدت أسعار العقود الأجلة لخام برانت القياسي بسفر فاصلة 11% إلى 89 دولار للبرميل ارتفع سعر العقود الأجلة لخام غرب تكساس الواسط الأمريكي بسفر فاصلة 37% مقابل 81 دولار للبرميل ويتجه الخامان القياسيين برانت وغرب تكساس الوسيط إلى تحقيق خسائر أسبوعية قياسية ب6% على 8% على الترتيب يخطط العراق لزيادة طاقته الانتاجية من النفط إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا في العام 2027 وتقترب طاقة العراق الانتاجية من الخام من 5 ملايين برميل يوميا منتجا أزيادة من 4 ملايين برميل في أكتوبر الماضي بما يتماشى مع حصته الانتاجية بموجب اتفاقي أفدت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن وزارة المالية بأن الدين العام التونسي بلغ أكثر من 34 مليار دولار بنهاية أوت الماضي وارتفعت نسبة الدين العمومي لتونس من الناتج المحلي الإجمالي بذلك إلى 78.5% وفق بيانات الوزارة يتوزع الدين العام التونسي على 43 مليار دينار من الديون الداخلية و66.6 مليار دينار من الديون الخارجية كما يستحوذ التعاون متعدد الأطراف على 60.2% من هيكلة حجم الدين الخارجي وفقا لبيانة وزارة المالية أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي أن عائدات السياحة ارتفعت خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بـ 68% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت نحو خمسة وثلاثين مليار دولار أمريكي أضاف في كلمة أمام لجنة الخطة والموازنة البرلمانية أن معدل إنفاق الثائح بلغ تسعين دولار للليلة الواحدة خلال العام الماضي انطلقت اليوم في العاصمة الطيلوندية بانكوك أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهدي أبيك التي تعد أول اجتماع حضوري منذ عام 2018 لقادة الدول الأعضاء أعتغت على القمة أخبار استمرار الحرب في أوكرانيا والعواقب الاقتصادية للحرب إلى جانب مسائل الاستقرار الإقليمي في ظل العديد من العمليات وكذلك الحروب والعلاقات الجو سياسية بين الدول آخر خبر في النشرة الاقتصادية الصباحية يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة